قرارة تعبر عن تقدير كبير للقطاع الطبي هكذا جاءت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي احتفاء بقرارة الرئيس عبدالفتح السيسي التي تنصف العاملين في المهن الطبية في ظل ما يقدمونه من خدمات كبيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد وكذلك بتوجيه الرئيس الشكر لهم على جهودهم الرئيس السيسي وجه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية بما يشمل الأطباء العاملين بالمستشفيات الجامعية وذلك بتكلفة إجمالية قدرها مليارين ومئتين وخمسين مليون جنيه فضلا عن إنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية كما وجه بصرف مكافآت استثنائية من صندوق تحيا مصر لكافة العاملين حاليا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية بالجمهورية وكذلك استكشاف إمكانية التصنيع المحلي للمستلزمات والأجهزة الطبية التي تواجه نقصا حادا على المستوى العالمي وذلك وفق المعايير الدولية أعقب ذلك رسائل تحية وتقدير دونها رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذه القرارات التي تعبر عن واقعية الدولة وتعاملها بإنصاف مع الأطقم الطبية التي وصفوها بجيش مصر الأبيض باعتبارها خط الدفاع الأول ضد كورونا كما أشاد رواد وسائل التواصل الاجتماعي برؤية الدول في التعامل مع الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا مشيرين إلى رسائل الطمأنة التي بعثها الرئيس السيسي للمصريين بدلا من بث الخوف والرعب في نفوسهم